بسم الله الرحمن الرحيم اللهم اجعل ما علمتناه حجة لنا لا حجة علينا يا رب العالمين اللهم فقهنا في الدين وعلمنا الحكمة والتأويل أما بعد فهذا هو المجلس الثالث من المجالس التي الحديث فيها عن مقدمة في دلالات الألفاظ وكنا في المجلس السابق تكلمنا على دلالات الألفاظ عند الأصوليين والمناطقة وشرعنا في الكلام على دلالات الألفاظ بين جمهور الأصوليين وعلماء الحنفية وعرفنا أن جمهور الأصوليين من المالكية والشافعية والحنابلة لهم منهج في بحث دلالات الألفاظ وكذلك الحنفية لهم منهج آخر مختلف في بحث دلالات الألفاظ وكل واحد من هذين المنهجين فيه فائدة عظيمة إلا أن منهج الجمهور يتميز بأن فيه زيادة دلالة وهي دلالة مفهوم المخالفة بأنواعه التي يتكلمون عليها ومنهج الحنفية أيضا يتميز كما سنرى في هذا المجلس إن شاء الله بالعناية بالتمييز بين مراتب الدلالات وانبنى على ذلك أنهم أكثروا من التقاسيم حتى إن بعضهم ذكر أن أقسام دلالات الألفاظ عند الحنفية تصل ثمانين قسما وبعضهم زاد على ذلك وإن كانت هذه الأقسام المتكثرة كما تقدم التنبيه على ذلك في مجلس البارحة بعضها إنما هي أقسام عقلية لا يكاد يوجد لها مثال في الكلام العربي وبدأنا الكلام على دلالات الألفاظ عند الجمهور وعرفنا أنهم يجعلون دلالات الألفاظ تنشعب إلى شعبتين الأولى شعبة المنطوق والثانية شعبة المفهوم والمنطوق تكلموا فيه على أقسام كثيرة عددناها في مجلسنا الذي كان البارحة وأخذنا من هذه الأقسام كم قسما؟ أخذنا ستة أقسام الأول الأمر والثاني النهي والثالث العام والرابع الخاص والخامس المطلق والسادس المقيد ووقفنا عند القسم السابع وهو النص وهذا سنبدأ فيه لقاءنا في هذه الليلة إن شاء الله تعالى لكن قبل أن نبدأ في الكلام على هذا القسم أشير إلى شيء تقدم معنا في المجلس السابق وهو تعريف المركب عند الأصوليين والمناطقة والنحاة فقد عرفنا أن منهج الأصوليين والمناطقة في تعريف المركب يختلف عن منهج النحاة وأن النحاة يعرفون المركب بأنه ما كان مؤلفا من كلمتين فأكثر وأما الأصوليون والمناطق فيعرفون المركب بأنه ما دل جزءه على جزء معناه ويظهر أثر الفرق في مثل عبد الله فعبد الله عند النحاة مفرد مفرد أو مركب عبد الله عند النحاة مفرد عند النحاة مفرد لأنه كلمة واحدة أما عند الأصوليين والمناطقة فهو مركب لأن جزعه الأول وهو عبد يدل على جزء المعنى وجزعه الثاني وهو لفظ الجلالة يدل على جزء المعنى والمثال الذي ذكرناه في المجلس السابق هو يضرب وهذا المثال ذكره بعض الأصوليين كابن النجار الفتوحي في شرح الكوكب المنير لكن المثال الذي ذكرناه الآن أوضح من المثال الذي ذكره رحمه الله أيضاً تقدم معنا أن المركب ينقسم إلى مركب تام ومركب غير تام وهو المركب الناقص وعرفنا أن المركب غير التام وهو الناقص ينقسم إلى قسمين الأول مركب غير تام تقيدي والثاني مركب غير تام ليس بتقيدي والقسم الأول وهو المركب غير التام التقيدي عرفنا ضابطه ما هو ما كان التركيب فيه تركيب إضافة أو تركيب صفة ومثال تركيب إضافة ومثال ما كان التركيب فيه تركيب صفة الرسالة القديمة التركيب هنا تركيب صفة الواجب الموسع التركيب هنا تركيب صفة العام المخصوص أو العام الذي يراد به الخصوص وهكذا فهذان مثالان للمركب تركيباً غير تام وهو مركب تركيباً تقيدياً وإذا عرفنا هذا وتصورناه تصوراً جيداً فلنأتي إلى حيث وقفنا في مجلسنا السابع وهو الكلام على النص وكنا تكلمنا قبله على ستة أقسام وهي الأقسام التي ذكرناها قبل قليل والقسم السابع هو النص والنص يعرفه العلماء بأنه اللفظ الذي لا يحتمل إلا معناً واحداً ومن الأمثلة المشهورة على ذلك قوله سبحانه وتعالى تلك عشرة كاملة فهذا نص لأنه لا يحتمل إلا معناً واحدا فلا يحتمل صيام تسعة ولا يحتمل صيام أحد عشر وأيضاً قوله سبحانه وتعالى للذكر مثل حظ الأنثيين فإن هذا نص لأنه لا يحتمل إلا معناً واحداً وأيضاً الأعداد كاثنين وثلاثة وأربعة وعشرة فإنها نصوص فيما تتضمنه فلفظ ثمانية مثلاً لا يحتمل إلا هذا العدد ليس كذلك وكذلك سائر الألفاظ قال العلماء ما لم يكن المقصود بالعدد المبالغة كما في قوله سبحانه وتعالى إن تستغفر لهم سبعين مرة فإنه حينئذ لا يكون نصاً في الدلالة على أفراده لأن المقصود به ليس الأفراد وإنما هو نعم المبالغة في العدد فإذن النص هو ما لا يحتمل إلا معناً واحداً وهنا تنبيه مهم جداً يتعلق بالاحتمال وهو أن الاحتمال الذي يؤثر في دلالة النص هو الاحتمال الذي يقوم عليه دليل أما مجرد الاحتمالات المتوهمة فهذه لا تقدح في دلالة النص ولا تخرج اللفظ عن النصوصية الاحتمالات والتقديرات المتوهمة لا تخرج النص عن دلالته لأنه لا يكاد أن يوجد لفظ إلا ويرد عليه احتمال عقلي وهذه الاحتمالات لا يقبلها العلماء إلا إذا قام عليها دليل ولا تكون مؤثرة في دلالة اللفظ ولهذا قال بعض العلماء قاعدة ذهبية عظيمة في هذا الباب فقال التقديرات المتوهمة لا تقدح في ظهور الدلالة التقديرات المتوهمة لا تقدح في ظهور الدلالة وحاصل هذا أن التقدير الذي يلتفت له أن الاحتمال الذي يلتفت له ما هو الاحتمال الذي قام عليه دليل أما مجرد الاحتمالات والخواطر والتقديرات الذهنية التي ليس عليها دليل فهذه أين يذهب بها هذه يرمى بها في البحر ولا يؤسف عليها هذا القسم السابع وهو النص القسم الثامن الظاهر والظاهر هو اللفظ الذي يحتمل معنيين فأكثر هو راجح في أحدها اللفظ الذي يحتمل معنيين فأكثر هو راجح في أحدها وأكثر الأدلة من قبيل الظواهر فيدخل في ذلك الأمر لأن الأمر يرد عليه الاحتمال فقد يحتمل الوجوبة وقد يحتمل الندبة وقد يحتمل الإباحة ولهذا اختلف العلماء في دلالته لكن الجمهور العلماء قالوا هو ظاهر في الدلالة على الوجوب وكذلك أنهي والعام عند جمهور العلماء كما سيأتينا دلالته من قبيل الظاهر والمفهوم أيضا دلالته من قبيل الظاهر وهكذا ومن أمثلة الظاهر التي توضحه وهي الكثيرة لقوله صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار ما لم يختلف فقوله البيعان هذا ظاهر في البائع والمشتري ويحتمل أن يكون المراد بالمتبائعين المتساومان لكنه راجح في الاحتمال الأول لهذا كان من قبيل الظاهر القسم التاسع المؤول والمؤول هو اللفظ الذي حمل على المعنى المرجوح لدليل اللفظ الذي حمل على المعنى المرجوح لدليل وإضاح ذلك أن اللفظ يحتمل معنيين فأكثر لنقل يحتمل معنيين هو راجح في أحد هذه أين المعنيين مرجوح في المعنى الآخر والأصل أنه يعمل بالمعنى الراجح لكن يحمل على المعنى المرجوح إذا وجد دليل يدل على ذلك فإذا حمل على المعنى المرجوح فإنه لا يسمى ظاهراً وإنما يسمى باسم آخر وهو المؤول وهناك فرق بين المؤول والتأويل فالمؤول ما هو المؤول هو اللفظ أما التأويل فهو صرف اللفظ من المعنى الراجح إلى المعنى المرجوح لدليل يدل على ذلك فإذا المؤول هو اللفظ نفسه أما التأويل فهو عمل المؤول وهو صرف اللفظ من المعنى الراجح إلى المعنى المرجوح لدليل والتأويل له شروط عظيمة جداً وهي في غاية الأهمية وذلك لأن الأصل في النصوص هو العمل بظواهرها ولا يجوز العدول عن الظاهر إلا بدليل وحتى تضبط النصوص حتى تضبط دلالات النصوص ولا يكون هناك مجال للتلاعب بدلالاتها وضع العلماء شروطاً للتأويل لا يصح التأويل إلا إذا وجدت هذه الشروط فإن وجدت هذه الشروط حكمنا على التأويل بأنه تأويل صحيح وإن لم توجد هذه الشروط حكمنا على هذا التأويل بما يسميه العلماء بأنه التأويل اللعب التأويل اللعب وهو التأويل الذي لم توجد فيه الشروط التي سيأتي الشرط الأول أن يكون اللفظ محتملاً لما حمل عليه أن يكون محتملاً للمعنى الذي حمل عليه وهذا الشرط فيه أمران الأمر الأول أن يكون اللفظ محتملاً أما إن كان اللفظ لا يتطرق إليه الاحتمال وهو ماذا؟ وهو النص فهذا لا يجوز تأويله لأن دلالته محددة دلالته واحدة فالنص لا يجوز تأويله الأمر الثاني في هذا الشرط أن يكون محتملاً لما حمل عليه أما إن كان محتملاً لمعنى آخر وحمله على معنى آخر فهل يصح التأويل؟ أو لا يصح؟ لا يصح التأويل ونحكم عليه بأنه تأويل لعب فإذن هذا هو الشرط الأول الشرط الثاني أن يوجد دليل معتبر على التأويل أن يوجد دليل معتبر يدل على التأويل فلا يكفي وانتبه لهذا لا يكفي أن يكون اللفظ محتملاً بل لا بد أن يوجد دليل يدل على التأويل وهذا الدليل ليس أي دليل وإنما هو دليل معتبر أما إذا كان لا يعتبر إما من جهة السند وإما من جهة الدلالة فإنه لا يصح أن نصرف اللفظ عن ظاهره لأجل هذا الدليل الشرط الثالث أن لا يوجد مانع يمنع من التأويل فإن وجد مانع يمنع من التأويل فإن التأويل حينئذ لا يصح فإذن يُشترط عدم المانع من التأويل ولأجل هذه الشروط قسم العلماء التأويل إلى قسمين القسم الأول تأويل صحيح وهو ما وجدت فيه الشروط السابقة والقسم الثاني تأويل فاسد وهو ما لم توجد فيه جميع الشروط السابقة وقبل أن ننتقل عن هذا القسم لأمثل لي المؤول أو للتأويل وهو ما جاء من حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان النبي صلى الله عليه وسلم وقال كانوا يفتتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين كان النبي صلى الله عليه وسلم وابو بكر وعمر يفتتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين فقوله الصلاة ظاهر في العبادة المعلومة المفتتحة بالتكبير المختتمة بالتسليم هذا هو المعنى الظاهر إذا أطلق لفظ الصلاة في الكتاب والسنة ويحتمل أن يكون المراد بالصلاة الدعاء وهذا هو الاحتمال المرجوح يحتمل أن يكون المراد بالصلاة القراءة القراءة في الصلاة وليس الصلاة ذاتها وهذا هو الاحتمال المرجوح فإذا الاحتمال الظاهر ما هو الصلاة أن يكون المراد بالصلاة ألا الصلاة المعلومة الاحتمال المرجوح أن يكون المراد بالصلاة القراءة وقد وجد دليل يدل على هذا الاحتمال الثاني وهو حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفتتح الصلاة بالتكبير والقراءة بالحمد لله رب العالمين فهذا الدليل دل على تأويل لفظ الصلاة في حديث أنس من المعنى الظاهر إلى المعنى المحتمل وهو القراءة القسم العاشر من أقسام دلالات الألفاظ عند الجمهور المجمل والمجمل هو اللفظ الذي يحتمل معنيين فأكثر على السواء اللفظ الذي يحتمل معنيين فأكثر على السواء والفرق بينه وبين الظاهر لأن الظاهر يحتمل معنيين فأكثر لكن الاحتمالات ليست متساوية بل بعضها راجح وبعضها مرجوح أما المجمل فيشترك مع الظاهر في تعدد الاحتمال لكن الاحتمالات فيه متساوية ولهذا حصل الإجمال والإجمال ما سببه الإجمال سببه الاحتمال ولهذا قال العلماء الإجمال تابع للاحتمال والاحتمال له أسباب كثيرة منها الاشتراك ومنها التصريف ومنها التركيب وهذه الأسباب لمذكورة في كتب الأصول المطولة وأشير إلى أن الإجمال نوعان النوع الأول إجمال مطلق والنوع الثاني إجمال النسبي والإجمال المطلق انتهى بعد نزول قوله سبحانه وتعالى ها اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فقد زال الإجمال وحصل البيان ولله الحمد وبقي الإجمال النسبي وهذا يبقى إلى أن تقوم الساعة فقد يكون اللفظ مجملا عند شخص بينا عند غيره وهكذا وهذا ليس إجمال مطلقا وإنما هو إجمال نسبي سبب هذا الإجمال إما أن يعود إلى الإنسان نفسه وما آتاه الله من العلم وما آتاه من الفهم وإما أن يكون عائدا إلى دلالة اللفظ فبعض الناس يكون اللفظ عنده بينا وبعض الناس يكون اللفظ عنده مجملا وما هو الموقف من المجمل لمن كان اللفظ عنده مجملا أن يتوقف حتى يحصل له البيان ولا يجوز العمل بالمجمل ما دام على إجماله وقبل أن ننتقل للقسم الحادي عشر وهو المبين أنبه إلى أن لفظ المجمل عند الأئمة الأربعة وغيرهم من الأئمة أعم من المجمل الاصطلاحي الذي عرفنا تعريفه فهم يطلقون المجمل على معنى أعم من المجمل الاصطلاحي المجمل الاصطلاحي ما هو اللفظ الذي يحتمل معنيين فأكثر على السواء فهم يطلقون المجمل على معنى أعم وهو ما لا يكفي وحده في الدلالة على المعنى ما لا يكفي وحده في الدلالة على المعنى ولهذا قد يطلقون المجمل على العام وقد يطلقونه على المطلق لأن العام يحتمل التخصيص والمطلق يحتمل التقييد وقد يطلقونه على المجمل الاصطلاحي ومن هذا قول الإمام أحمد رحمه الله يحذر المتكلم في الفقه هذين الأصلين ما هما المجمل والقياس يحذر المتكلم في الفقه هذين الأصلين المجمل والقياس فمقصوده بالمجمل ليس المجمل الاصطلاحي وإنما ما هو أعم من ذلك فإذا وجد لفظا عاما فلا يعمل به إلا بعد أن يتأكد من عدم وجود المخصص وهذه مسألة مشهورة عند العلماء وإذا وجد لفظا مطلقا فلا يعمل به إلا بعد أن يتأكد من عدم وجود ما يقيده وبناء على هذا فإن الذين يقرؤون مثلا في كتب السنة ويعملون بهذه الظواهر قبل البحث عن ما قد يؤولها أو قد يخصصها أو قد يقيدها ويبينها يدخلون في التحذير الذي ذكره الإمام أحمد رحمه الله أو لا يدخلون يدخلون في هذا التحذير القسم الحادي عشر المبين والمبين هو ما يفهم المراد منه إما بأصل الوضع وإما بعد التبيين ما يفهم المراد منه إما بأصل الوضع وإما بعد التبوئ التبيين فالأول مبين ابتداء كما في قوله سبحانه وتعالى والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين والقسم الثاني مبين بعد الإجمال كقوله سبحانه وتعالى وأقيم الصلاة فإنه مجمل لأنه لما نزلت الآية بإقامة الصلاة لم يكن المخاطبون يعرفون كيفية إقامة الصلاة حتى بيّنها لهم النبي صلى الله عليه وسلم فقوله وأقيم الصلاة هذا من قبيل المبيّن بأصل الوضع أو المبيّن بعد الإجمال من قبيل المبيّن بعد الإجمال القسم الثاني عشر المحكم والمحكم هو اللفظ الذي يستقل بنفسه بنفسه في الدلالة من غير حاجة إلى بيان اللفظ الذي يستقل بنفسه في الدلالة على المعنى من غير حاجة إلى بيان وبهذا فسّره الإمام أحمد رحمه الله فقال المحكم الذي ليس فيه اختلاف والمتشابه الذي يكون في موضع كذا وفي موضع كذا يقول المحكم هو الذي ليس فيه اختلاف يعني معناه لا يختلف وإنما هو متحد في جميع المواضع معناه واحد في جميع المواضع أما المتشابه فهو الذي يحمل مرة على معنى ومرة على معنى يقول المحكم هو الذي ليس فيه اختلاف يعني ليس في معناه اختلاف لا يختلف معناه من موضع إلى موضع والمتشابه هو الذي يكون في موضع كذا وفي موضع كذا وبناء على هذا التفسير فالمحكم داخل في المبين بل هو أعلى مراتب البيان والمتشابه داخل في أي شيء داخل في المجمل وهناك إطلاق آخر للمحكم وهو ما يقابل المنسوخ ما يقابل المنسوخ يقال هذه الآية محكمة يعني ليست منسوخة فالعلماء يطلقون المحكم على ما يقابل المتشابه ويطلقونه أيضا على ما يقابل المنسوخ القسم الثالث عشر المتشابه وعرفنا أنه يقابل المحكم فهو الذي يحتاج إلى بيان وبعض الأصوليين ذكروا من المتشابه آيات الصفات وقالوا يجب إمرارها على ظاهرها ولا يجوز لا التعرض لتأويلها والذي عليه أهل السنة أن آيات الصفات ليست من المتشابه بل هي من المحكم لأن معناها معلوم أما كيفيتها فعلمها عند الله سبحانه وتعالى كما قال الإمام مالك رحمه الله في الجواب المشهور لما جاءه رجل يسأله عن الاستواء فقال الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة وهذه قاعدة تجرى على جميع الصفات هذا إذا كانوا يقصدون بأنها من قبيل إذا كانوا يقصدون بأن معناها ليس معلوما أما إن كانوا يقصدون بقولهم إنها من المتشابه أنها يشبه بعضها بعضا في الدلالة على كمال الله سبحانه وتعالى فهذا حق لا مرية فيه لأن جميع صفات الله سبحانه وتعالى تدل على متشابهة في الدلالة على كماله سبحانه وتعالى وقال بعض العلماء المباحث المحكم والمتشابه ليست من المباحث أصول الفقه وهي موجودة في كتب الأصول فلهذا طالب العلم لا بد أن يكون عنده تصور عنها في هذه المقدمة القسم الرابع عشر الحقيقة والحقيقة هي اللفظ المستعمل فيما وضع له وهي ثلاثة أقسام حقيقة لغوية وهي اللفظ المستعمل فيما وضع له في اللغة وذلك مثل الغائط إذا أطلق على المكان المنخفض من الأرض فإن هذا الإطلاق إطلاق حقيقي لأن اللفظ مستعمل فيما وضع له في اللغة وإذا أطلقت الحقيقة فالمراد بها الحقيقة اللغوية ولهذا بعض العلماء يقول الحقيقة هكذا ويريد بذلك الحقيقة اللغوية وبعضهم يعبر عنها بالحقيقة الأصلية وبعضهم يعبر عنها بالأصل ويريدون بذلك معنا واحد القسم الثاني حقيقة عرفية وهي اللفظ المستعمل فيما وضع له في العرف وذلك مثل دابة فالدابة في لغة العرب تطلق على كل ما يدب سواء من ذوات الأربع أم من ذوات الثنتين أم من الزواحف فكل ما يدب يسمى في لغة العرب دابة إلا أن أهل العرف لخصوا الدابة بذوات الأربع فيقولون عن الفرس لدابة وعن الجمل لدابة لكن لا يقولون عن الإنسان لدابة لأن الدابة هي عندهم مخصوصة بذوات الأربع القسم الثالث حقيقة شرعية وهي اللفظ المستعمل فيما وضع له في الشرع وذلك مثل الصلاة إذا أطلقت على العبادة المعلومة والزكاة إذا أطلقت على المال الذي يدفع في زمان معين لطائفة معينة في مال معين والصيام على العبادة المعلومة والحج على العبادة المعلومة فهذه كلها حقائق شرعية وكل ما قال فيه العلماء تعريفه شرعاً فالمراد بتعريفه هنا تعريفه من جهة الحقيقة الشرعية وما فائدة معرفة هذه الحقائق الثلاث فائدة معرفة هذه الحقائق الثلاث أن اللفظة إذا استعمل في كلام أهل اللغة يحمل على الحقيقة اللغوية وإذا استعمل في كلام أهل العرف يحمل على الحقيقة العرفية وإذا استعمل في كلام الشرع يحمل على الحقيقة الشرعية وأضرب لذلك مثالاً نعم ولا يعدل لا يعدل عن هذا الأصل لا يعدل عن هذا الأصل إلا إذا وجد دليل يدل على خلافه فإذا وجدنا لفظ الصلاة في كلام رجل من العرب فإننا نحمل لفظ الصلاة على ماذا؟ على المعنى اللغوي وهو الدعاء لكن إذا وجدنا لفظ الصلاة في القرآن أو في السنة فهل نحمله على الدعاء؟ لا نحمله على الدعاء وإنما نحمله على الحقيقة الشرعية وهكذا ولا يصرف عن ذلك أو لا ننصرف عن ذلك إلا لدليل يدل على هذا ومن أمثلة ذلك ما جاء من قوله صلى الله عليه وسلم إذا دعي أحدكم إلى وليمة فليجب فإن كان مفطراً فليطعم وإن كان صائماً فليصلي قوله فليصلي هنا ورد في كلام النبي صلى الله عليه وسلم والقاعدة التي عرفناها أنه يحمل على أي الحقائق يحمل على الحقيقة الشرعية وبناء على هذا فإن الإنسان إذا دعي إلى وليمة عرس وكانت هذه الوليمة في النهار فإنه يقوم ويصلي ركعتين إذا جاءوا بالطعام هذا هو مقتضى القاعدة لكن دل الدليل على أن المراد بالصلاة هنا ليس الحقيقة الشرعية وإنما هو الحقيقة اللغوية الأصلية وهو ما جاء في الرواية الأخرى للحديث أنه قال ومن كان صائماً فليدعو ففسر قوله في الحديث الأول فليصلي وسنة النبي صلى الله عليه وسلم كالحديث الواحد يبين بعضها بعضا القسم الخامس عشر المجاز والمجاز يقابل الحقيقة فهو اللفظ المستعمل في غير ما وضع له وهو أيضاً ثلاثة أقسام مجازٌ لغوي ومجازٌ عرفي ومجازٌ شرعي ونحن عرفنا فيما تقدَّم في الأقسام السابقة أن الحقيقة العرفية مستعملةٌ فيما وضعت له أو أنها مستعملةٌ في غير ما وضعت له مستعملةٌ في غير ما وضعت له فلفظ الدابة مثلاً حقيقته اللغوية كل ما يدب على الأرض لكنه استعمل في العرف في ذوات الأربع فخصصه العرف ببعض الأفراده وهذا استعمالٌ للفظ في غير موضعه وهنا ينشأ سؤال وهو ما الفرق بين الحقيقة العرفية والمجاز لأن كلًا منهما مستعملٌ في غير ما وضع له والجواب على ذلك أن الحقيقة العرفية مجازٌ مشتهر مجازٌ مشتهر والمجاز المشتهر هو الذي لا ينصرف الذهن إلا إليه فلا ينصرف إلى المعنى الحقيقي فإذا قيل دابة عند أهل العرف فإن الذهن لا ينصرف إلا إلى ذوات الأربع فالحقيقة العرفية مجازٌ لمشتهر وإثبات المجاز هذا هو الذي يقرره الأصوليون ولا يكادون يذكرون غير ذلك فإذا رجعت إلى كتب الأصول تجد أن الأصوليين لا يكادون يذكرون إلا أن الكلام ينقسم إلى الحقيقة أو المجاز ولسيما في كتب المتقدمين من الأصوليين ويستدلون على ذلك بالوقوع وأن العرب وقع منهم التجوز في الكلام واستعملوا الألفاظ في غير ما وضعت له والمجاز في إثباته خلافٌ لأفرادٍ من العلماء فمن العلماء من منع المجاز مطلقًا في لغة العرب وفي القرآن وفي السنة وقال الكلام كله حقيقة وليس هناك شيءٌ يسمى المجاز وذهب لهذا أبو إسحاق الألس فرايني من علماء الشافعية ومن العلماء من فصل في المسألة وأثبت المجاز في لغة العرب لكنه نفاه في القرآن وذلك لأن المجاز من خصائصه صحة نفيه فإذا رأيت رجلاً شجاعًا وقلت رأيت أسدًا فإن السامع له أن يقول هذا ليس بأسد وإنما هو فلان فمن خصائص المجاز أنه يصح تكذيبه ونفيه والقرآن لا يجوز فيه ذلك فلهذا قالوا المجاز ثابتٌ في اللغة لكنه ليس ثابتًا في القرآن وذهب لهذا أفرادٌ من العلماء كابن القاص من الشافعية وابن خويز منداد من المالكية وأبي عبد الله بن حامد من الحنابلة وهو شيخ القاضي أبي أعلى وذهبوا إلى هذا التفصيل وجاء بعد ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وتلميذه ابن القيم وحملوا على المجاز حملةً شعواء وتابعهم في ذلك الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله الجميع رحم الله الجميع وألف في ذلك رسالةً مستقلة وقالوا المجاز ليس ثابتًا لا في القرآن ولا في السنة وهذا التقسيم للكلام إلى حقيقةٍ ومجاز إنما أحدثه المعتزلة ومن تابعهم ليتوصلوا بذلك إلى نفي صفات الله سبحانه وتعالى لأن من خصائص المجاز لأنه يصح نفيه فإذا قلنا لغة العرب فيها مجاز فليقل القرآن فيه مجاز لأنه جاء بلغة العرب ومما في القرآن صفات الله سبحانه وتعالى فأحدث هذا التقسيم لهدف وهو أن يتوصلوا بذلك إلى نفي صفات الله سبحانه وتعالى وتتبعوا النصوص القرآنية التي قال مثبت المجاز بأنها مجاز ونقضوها واحدًا واحدًا أجابوا عنها واحدًا واحدًا فمن أمثلة ذلك قوله سبحانه وتعالى جدارًا يريد أن ينقض المثبتون للمجاز يقولون هذا مجاز لأن الإرادة ليست من خصائص الجدار وإنما هي من خصائص الإنسان فاستعمل اللفظ في غير موضعه وهذا هو عين المجاز لكن شيخ الإسلام رحمه الله وكذلك ابن القيم وتابعهم في ذلك الشيخ الأمين للشنقيطي قالوا هذا الكلام حقيقة لأن الجدار له إرادة بحسبه ولا يلزم أن تكون إرادة الجدار مثل إرادة الإنسان والعربي إذا سمع جدارًا يريد أن ينقض يفهم من ذلك معناه أنه آيل إلى السقوط وهذه المسألة من المسائل الدقيقة العويصة والذي نعتقده أن صفات الله سبحانه وتعالى كلها حقائق ليس فيها مجاز وما عدا ذلك هو محلُّ اجتهادٍ بين العلماء ومن العلماء من يقول الخلافُ فيما عدا ذلك خلافٌ لفظي سواءٌ أقلنا هذا مجاز أم قلنا هذا الأسلوبٌ من أساليب العرب وطريقةٌ من طرائقهم في الكلام والعلم عند الله والمسألة مشائكة جدًا إذا نظرنا إلى أصول هذه المسألة فإن الكلام عليها ليس بالأمر اليسير المسألة السادسة عشرة الكناية والكناية يعرِّفها العُلَمَاء بأنها لفظٌ أُريد به لازمُ معنىه وأُريد به لازمُ معنىه مع جواز إرادة المعنى الأصلي لفظٌ أُريد به لازمُ معنىه مع جواز إرادة المعنى الأصلي والكناية قد تكون حقيقة وقد تكون مجازًا فإن استُعملت فيما وضعت له فهي حقيقة وإن استُعملت في غير ما وضعت له فهي مجاز فإذا قلت زيدٌ كثيرٌ للرماد وأردت المعنى الحقيقي فإنها تكون حقيقةً إذا أردت أنه الكريم فهذا المعنى فالكناية حينئذ حقيقة وإن أراد المتكلم المعنى المجازي ولم يلاحظ المعنى الحقيقي فإن الكناية حينئذ تكون لمجازة والكناية يتبعها التعريض وهو القسم السابع عشر والتعريض يعرفونه بأنه لفظٌ مستعملٌ في معناه مع التلويح بغيره لفظٌ مستعملٌ في معناه مع التلويح بغيره ومن أمثلته ما ذكره الله سبحانه وتعالى في قصة إبراهيم أنه قال بل فعله كبيرهم فهذا فيه تعريض لأنه إذا كان كبير الأصنام قد فعلها أذى وكسر بقية الأصنام وجعلها جذاذًا غضبًا عليها لأنها شاركته فالله سبحانه وتعالى أولى أن يغضب إذا دعي أن له شريك فهذا تلويح بأن الله سبحانه وتعالى يغضب إذا عُبد معه غيره والبحث في الكناية والتعريض ليس من وظيفة الأصول وإنما هو من وظيفة البلاغ فالذين تكفَّلوا ببحث الكناية والتعريض هم علماء البلاغة ليسوا علماء الأصول فإن قلت ما دام أنها ليست وظيفة الأصول فلماذا جلبها الأصوليون إلى كتب الأصول وبحثوها والجواب على ذلك أنهم بحثوا ذلك لأنه اختلف في الكناية لأنه اختلف في الكناية هل هي من قبيل الحقيقة أو من قبيل المجاز ومما يبحثه الأصوليون الحقيقة والمجاز وإذا بحثوا الكناية فإنهم يبحثون إلى التعريض لأنه تابع له القسم الثامن عشر دلالة الاقتضاء وهو دلالة اللفظ على معنى مقصود للمتكلم يتوقف عليه صحة الكلام يتوقف عليه صدق الكلام أو صحته شرعا أو عقلا والمعنى الذي يدل عليه الكلام كما سيتضح لنا في المثال إن شاء الله المعنى الذي يقتضيه الكلام يسمى عند العلماء بالمقتضاء وأما الكلام نفسه فيسمى بالمقتضي فالمقتضي هو الكلام والمقتضاء هو المعنى الذي اقتضاه الكلام ومن خلال التعريف السابق يتبين لنا أن المقتضاء ثلاثة وقسام القسم الأول ما يجب تقديره في الكلام لصدقه يعني حتى يكون الكلام صادقا ومن أمثلة ذلك قوله صلى الله عليه وسلم رفع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه وهذا الكلام رفع عن أمة الخطأ والنسيان هذا الكلام إذا أبقي على ظاهره فإنه لا يكون صدقا لأن الخطأ يقع من الناس أليس كذلك والنسيان يقع بل وقع النسيان ممن من النبي صلى الله عليه وسلم فلا بد من تقديري من تقديري معنا حتى يكون الكلام صدقا ولهذا قال العلماء التقدير الكلام رفع عن أمة إثم الخطأ والنسيان والإثم على ما تقرر معنا هذا ماذا يسمى الإثم الذي قدر ماذا يسمى يسمى المقتضى المقتضى وقوله صلى الله عليه وسلم رفع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه هذا يسمى ماذا يسمى المقتضي هذا القسم الأول القسم الثاني ما يجب تقديره لصحة الكلام شرعا ما يجب تقديره حتى يكون الكلام صحيحا في الشرع ومن أمثلة ذلك قوله سبحانه وتعالى فمن كان منكم مريضا أو به أدم من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك أو قال فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر نأتي إلى آية الصيام فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر ظاهر هذه الآية أن الإنسان إذا أصابه مرض في نهار رمضان فإنه يجب عليه أن يصوم في اليوم الذي أصابه أن يصوم بدل اليوم الذي أصابه فيه المرض أياما أخرى وكذلك ظاهر الآية أن الإنسان إذا سافر في نهار رمضان فإنه يجب عليه أن يصوم مكان اليوم الذي سافر فيه لأن الله سبحانه وتعالى قال فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وهذا الظاهر إذا أبقينا اللفظ على ظاهره هل يصح في الشرع أو لا يصح لا يصح في الشرع ولهذا قال العلماء الكلام فيه شيء مقدر والتقدير فمن كان منكم مريضا أو على سفر فأفطر فعدة من أيام أخر والمقدر وهو أفطر هذا ماذا يسمى هذا يسمى المقتضى وقوله فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر هذا ماذا يسمى يسمى المقتضي القسم الثالث ما يجب تقديره لصحة الكلام عقلا ما يجب أن يقدر حتى يستقيم الكلام في العقل ومن أمثلة ذلك قوله سبحانه وتعالى أن يضرب بعصاك البحر فانفلق فظاهر هذا أن الله سبحانه وتعالى لما قال لموسى عليه السلام لإضرب بعصاك البحر انفلق البحر هذا ظاهر اللفظ أليس كذلك أن يضرب بعصاك البحر فانفلق وهذا لا يستقيم في العقل ولهذا قال العلماء فيه شيء مقدر والتقدير فضرب فانفلق فضرب هذا ماذا يسمى المقتضى وقوله أن يضرب بعصاك البحر فانفلق هذا يسمى المقتضي فهذه دلالة الاقتضاء وهي تعتبر من أهم الدلالات ويتعلق بها مسائل مهمة منها مسألة عموم المقتضاء ونحن في هذه المقدمة لا نتكلم على المسائل وإنما نمهد أو نهيي طالب العلم لأن يكون عنده تصور جيد حتى يدخل في مسائل دلالات الألفاظ القسم التاسع عشر الإشارة والإشارة أو دلالة الإشارة هي دلالة اللفظ على معنى غير مقصود للمتكلم لكنه لازم للمقصود دلالة اللفظ على معنى غير مقصود للمتكلم لكنه لازم للمقصود وقولهم غير مقصود للمتكلم يعني غير مقصود بالأصالة وإن كان مقصوداً بي أتبع لأن اللوازم انتبه معي لهذا اللوازم الطلبية للألفاظ مقصودة للشارع اللوازم الطلبية مقصودة للشارع ولعل هذا يتضح فيما سيأتي إن شاء الله فما يلزم على كلام الشارع مقصود له لأنه تكلم بهذا اللفظ ويعرف ما يلزم عنه ولهذا قال العلماء كابن تيمية رحمه الله وغيره اللوازم الطلبية مقصودة للشارع مثال الإشارة قوله سبحانه وتعالى أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم لا أخذ العلماء من هذه الآية حكماً بدلالة الإشارة وهو لأن الرجل إذا أصبح جنوباً ليلة الصيام فإن صيامه صحيح لأن الله سبحانه وتعالى قال ليلة الصيام والليلة هنا لفظ عام لأنها مضافة إلى الصيام فتعم جميع أجزاء الليل ومن ذلك الجزء الذي طلع بعده الفجر الثاني مباشرة لأن لفظ الليل لفظ عام فيستغرق جميع أجزاء ليلة الصيام ومن ذلك الجزء الذي يعقبه طلوع الفجر مباشرة وهذا الجزء الذي يعقبه طلوع الفجر يحل الرفث فيه أو لا يحل إلى النساء يحل الرفث فيه فيلزم من ذلك أنه يطلع عليه الفجر وهو جنوب لأن الذي قال أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم ليس بغافل عن هذا اللازم سبحانه وتعالى هذه الدلالة يسميها العلماء بدلالة الإشارة لأن قوله هنا أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم ليس مقصوده وانتبه لهذا حتى تفهم معنى دلالة إشارة ليس مقصود هذه الآية بيان حكم صحة صيام من طلع عليه الليل وهو جنوب أليس كذلك فهذا ليس هو المقصود بالآية وإنما المقصود بالآية ما هو بيان جواز وطع الرجل امرأته أو أمته ليلة الصيام فدلالتها على الحكم على جواز الإصباح جنوبا هذه ليست هي المقصود بالآية لكنها لازمة للمقصود وهذه الدلالة تسمى بدلالة الإشارة ودلالة الإشارة دلالة خفية تحتاج إلى إعمال الذهن والعلماء من لدن الصحابة رضي الله عنهم إلى زماننا هذا لا يزالون ينظرون في دلالات الألفاظ القرآن والسنة ويستخرجون منها المعاني الدقيقة القسم العشرون التنبيه ويسمى بالإيماء والتنبيه أيضا وهو دلالة اللفظ على وصف لو لم يُعلَّل به لكان ذكره لغوا لا فائدة منه دلالة اللفظ على وصف لو لم يُعلَّل به لكان ذكره لغوا لا فائدة منه ومن أمثلة ذلك قوله سبحانه وتعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما فالله سبحانه وتعالى هنا ذكر وصفا وذكر حكما فالحكم هو وجوب القطع والوصف هو السرقة فكان في هذا تنبيه على أن هذا الوصف علة لهذا الحكم لأنه لو لم يكن علة له لكان ذكره لا فائدة منه وكلام الشارع يُصان عن عدم الفائدة كلام الشارع يُنزَّه عن عدم الفائدة القسم القسم الحادي والعشرون مفهوم الموافقة كل الأقسام التي تقدمت معنا من أقسام المنطوق ونحن إذا خرجنا من هذه المقدمة إن شاء الله بمعرفة هذه التقاسيم وميزنا بينها تمييزا صحيحا فقد حصلنا خيرا كثيرا لإن شاء الله تعالى لأن معرفة الحدود والمصطلحات الشرعية في غاية الأهمية ومدام أننا وقفنا عند المفهوم لنأخذ استراحة قليلة في الكلام على الحدود والمصطلحات الشرعية معرفة الحدود والمصطلحات الشرعية في غاية الأهمية ولهذا نص العلماء كابن القيم وغيره على أنها علم شريف قالوا معرفة الحدود علم شريف وكلما كان الإنسان أكثر معرفة بالحدود والمصطلحات الشرعية كلما كان أكثر شبها بالراسخين في العلم وكلما كان أكثر جهلا بالحدود والمصطلحات الشرعية كان أكثر شبها بمن بالأعراب الذين لا يعلمون حدود ما أنزل الله على رسوله وهذه الحدود في قول سبحانه وتعالى الأعراب أشد كفرا ونفاق وأجدر أن لا يعلم حدود ما أنزل الله على رسوله هذه الحدود هي المصطلحات والحقائق الشرعية وسميت حدود لأنها تمنع من دخول غيرها فيها وكذلك هذه المصطلحات تمنع من دخول غيرها فيها وإذا فسدت المصطلحات فسدت الأحكام وإذا فسدت الأحكام فسدت الشريعة ولهذا ولهذا العناية بضبط المصطلحات الشرعية في غاية الأهمية نعود إلى مفهوم الموافقة وهو القسم الحادي والعشرون ومفهوم الموافقة هو دلالة اللفظ في غير محل النطق على أن المسكوت عنه أولى بالحكم من المنطوق أو مساو له دلالة اللفظ في غير محل النطق على أن المسكوت عنه أولى بالحكم من المنطوق به أو مساو له وقولهم دلالة اللفظ في غير محل النطق ما مرادهم بقولهم في غير محل النطق ما هو محل النطق محل النطق هو مورد الكلام هو مورد الكلام وهو ما ورد الكلام لأجله كما ذكر ذلك الرهون في شرح مختصر ابن الحاجب الأصول محل النطق هو مورد الكلام فقولهم دلالة اللفظ في غير محل النطق يعني في غير مورد الكلام وإضاح هذا أن الله سبحانه وتعالى قال فلا تقل لهما أف مورد الكلام ما هو النهي عن التأفيف للوالدين النهي عن قول أف للوالدين هذا مورد الكلام وتحريم الضرب هذا في محل النطق في مورد الكلام أو في غير مورد الكلام في غير مورد الكلام لأن مورد الكلام هو نعم التأفف من الوالدين فإذن هذا هو مفهوم الموافقة وقد عرفنا أن مفهوم الموافقة قد يكون أولويا وقد يكون مساويا فالأولوي كما في الآية السابقة في قوله سبحانه وتعالى فلا تقل لهما أف فإن الضرب يكون منهيا عنه من باب أولى ولا يقول عاقل إن قول أف حرام والضرب للوالدين حلات القسم الثاني أن يكون مساويا كما في قوله سبحانه وتعالى لإن الذين يأكلون أموال اليتام ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا فنص على الأكل لأموال اليتام وتوعد عليه ويساويه إحراق أموال اليتام وإغراقها فهذا مفهوم مساوي قد يكون قطعيا وقد يكون ظنيا قد تكون الأولوية قطعية وقد تكون الأولوية ظنية وهنا يرد سؤال مشهور عند العلماء وهو دلالة المفهوم الموافقة هل هي دلالة اللفظية أي معروفة من جهة اللفظ أو أنها دلالة قياسية هذه المسألة فيها قولان مشهوران للعلماء القول الأول أنها دلالة اللفظية وهذا هو الذي عليه أكثر الأصوليين وذلك لأنها لأن المعنى يفهم من جهة ماذا من جهة اللفظ القول الثاني أنها قياسية وهذا هو قول الإمام الشافع رحمه الله ويسمي هذا النوع من القياس بالقياس الجلي يسميه القياس الجلي وهذا الخلاف هل يترتب عليه ثمرة أو لا يترتب عليه ثمرة قال بعض العلماء يترتب عليه ثمرة لأننا إذا قلنا إن مفهوم الموافقة دلالته لفظية فإنه يجوز النسخ به أما إذا قلنا دلالته قياسية فلا يجوز النسخ به لأن النسخ إنما يكون بماذا يكون بخطاب والقياس ليس بخطاب وحقق بعض العلماء في هذه المسألة أن مفهوم الموافقة إن كانت دلالته واضحة يستوي فيها العام مع غيره فإنها تكون لفظية أما إن كانت دقيقة تحتاج إلى نظر وإعمال ذهن فإن الدلالة حينئذ تكون قياسية وهذا القول يعني قول وجيه فيما لا يظهر القسم الثاني والعشرون هو مفهوم المخالفة ومفهوم المخالفة هو دلالة اللفظ في غير محل النطق على أن حكم المسكوت عنه يخالف حكم المنطوق به دلالة اللفظ في غير محل النطق على أن حكم المسكوت عنه يخالف حكم المنطوق به ونحن عرفنا معنى محل النطق وأن محل النطق هو مورد الكلام ومفهوم المخالفة أثبته جمهور الأصوليين من المالكية والشافعية والحنابلة وبعض الحنفية وخالف فيه أكثر الحنفية وهذا هو التحقيق في حكاية الخلاف لأن من الناس من يقول مفهوم المخالفة أنكره الحنفية والتحقيق أن الحنفية لم ينكره لبعضهم بل أثبته والذي خالف إنما هو الذي خالف هم أكثر الحنفية وهو المعتمد عندهم في المذهب ومحل الخلاف في مفهوم المخالفة هو مفهوم المخالفة في كلام الشارع أما في كلام الأدميين فالحنفية يثبتون مفهوم المخالفة وذهب بعض الأصوليين إلى العكس وهو أنه يثبت في كلام الشارع دون كلام الآدميين وممن ذهب لهذا تقي الدين السبكي والد تاج الدين وبحث ابن تيمية رحمه الله هذه المسألة وقال التفريق بين كلام الشارع وكلام الآدميين في هذه المسألة محدث لأن الناس إما قائل بالمفهوم وإما منكر له وجمهور الأصوليين وإن اعتبروا مفهوم المخالفة إلا أنهم اشترطوا له شروطا لا بد من تحققها حتى يعتبر المفهوم الشرط الأول أن لا يخرج مخرج الغالب فإن خرج مخرج الغالب فإنه لا يعتبر لا يعتبر المفهوم حينئذ لأن القيد إنما ذكر لأنه ها لأنه الغالب فلا يكون له مفهوم كما في قول سبحانه وتعالى وربائبكم التي في حجوركم والربيبة تحرم على زوج أمها سواء أكانت في حجره أم لم تكن في حجره وإنما قال التي في حجوركم لأن الغالب أنهن يكن في لحجورهم الشرط الثاني أن لا يكون المقصود بالمذكور تفخيم الحكم وتعظيمه في النفوس فإن كان المقصود به ذلك فإنه لا يعتبر مفهومه كما في قوله صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة إلا ومعها ذو حرمة منها فقوله تؤمن بالله واليوم الآخر هذا القيد لماذا ذكر ذكر لتفخيم الحكم وتعظيمه في النفوس والزجر عن الفعل وليس وليس معناه أن المرأة التي لا تؤمن بالله واليوم الآخر يجوز لها أن تسافر من غير المحرم الشرط الثالث أن لا يكون المذكور خرج ما خرج سؤال فإذا خرج فإذا ذكر لأنه سئل عنه فإنه حينئذ لا يعتبر مفهومه لأنه إنما ذكر لماذا لأنه سئل عنه كما جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن صلاة الليل فقال صلاة الليل مثنى مثنى فقوله الليل هنا لا مفهوم له لأنه مورد السؤال لأنه المحل الذي سئل عنه وبناء على هذا فتكون صلاة الليل مثنى مثنى وتكون أيضا صلاة النهار مثنى مثنى وجميع شروط لمفهوم المخالفة تعود لشرط واحد جميعها تعود لشرط واحد وهو ألا يظهر لتخصيص المذكور بالحكم فائدة زائدة على اختصاصه بالحكم أن لا يظهر لتخصيص المذكور بالحكم فائدة زائدة على ذلك فإن ظهر فائدة زائدة على ذلك فإن المفهوم حينئذ لا يعتبر ومفهوم المخالفة ذكر له الأصوليون أنواعاً وهي مفهوم الصفة ومفهوم الشرط ومفهوم الغاية ومفهوم العدد ومفهوم الزمان ومفهوم المكان ومفهوم اللقب والكلام والكلام على هذه الأنواع يعني كلام في غاية الأهمية سنشير له لمجرد إشارات ثم ننتقل إلى تقسيم الدلالات الألفاظ عند الحنفية فالنوع الأول من أنواع مفهوم المخالفة هو مفهوم الصفة والصفة عند الأصوليين تختلف عن الصفة عند النحاة فالصفة عند الأصوليين أعم لأنها تشمل الصفة النحوية التي هي النعت وتشمل الحال وتشمل البدل فهذه كلها صفات عند الأصوليين ومن أمثلة ذلك قوله صلى الله عليه وسلم من ابتاع نخلا بعد أن تؤب من ابتاع نخلا قد أبّرت فثمرتها للمبتاع إلا فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع من ابتاع نخلا قد أبّرت فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع فقوله قد أبّرت هنا المفهوم فيه مفهوم صفة يدل على أن من باع نخلا لم يؤبّر فإن الثمر يكون لمن يكون للمبتاع الذي هو المشتري وذكر بعض العلماء فائدة تتعلق بمفهوم الصفة وهي أن مفهوم الصفة بعد العام وافق عليه أكثر من خالف في مفهوم الصفة المبتدأة الصفة التي تأتي بعد العام وافق على مفهومها على اعتبار مفهومها كثير من العلماء الذين خالفوا في اعتبار مفهوم لا الصفة كما في قوله صلى الله عليه وسلم في الإبل السائمة الزكاة السائمة هنا صفة جاءت بعد عام وهو الإبل في يكون لها مفهوم معتبر وهو أن غير السائمة وهي المعلوفة ليس فيها زكاة القسم الثاني من أقسام مفهوم المخالفة مفهوم الشرط ويعتبر من أقوى المفاهيم مفهوم الشرط يعتبر من أقوى المفاهيم ومن أمثلته قوله سبحانه وتعالى ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات قوله من لم يستطع من هنا شرطية فيدل قوله من لم يستطع منكم طولا أن المستطيع للطول وهو المهر والقدرة على الوط يجوز له نكاح الأمة أو لا يجوز لا يجوز له نكاح الأمة لأن نكاح الأمة إنما هو لغير المستطيع فهذا الحكم أخذناه من أي شيء أخذناه من مفهوم الشرط ولهذا إذا جاءك كلام في القرآن أو في السنة فانظر إلى منطوقه وانظر إلى مفهومه وانظر إلى ما يقتضيه الكلام وانظر إلى ما يلزم من الكلام وإذا عودت نفسك على هذا فسوف ينفتح لك إن شاء الله فهم جيد في دلالات نصوص القرآن والسنة القسم الثالث مفهوم الغاية كما في قوله سبحانه وتعالى ثم أتم الصيام إلى الليل فإلى الانتهاء الغاية حرف من حروف المعاني يدل على انتهاء الغاية والغاية هي ما بعد ال إلى هي ما بعد حرف الغاية فتكون غاية الصيام تكون غاية وجوب الصيام هي ماذا الليل لأنه قال ثم أتم الصيام إلى الليل وإذا جاء الليل فإن الصيام يكون مأمورا به أو لا يكون لا يكون مأمورا به من أين أخذنا هذا الحكم أخذناه من مفهوم الغاية فإذا قوله ثم أتم الصيام إلى الليل له منطوق وله مفهوم منطوقه ماذا وجوب الصيام في جميع أجزاء النهار ما هو المفهوم عدم وجوب الصيام إذا دخل الليل بدخول الليل القسم الرابع مفهوم العدد كما في قوله سبحانه وتعالى فاجلدوهم ثمانين جلدة مفهوم قوله ثمانين لأنه لا يجب الجلد أكثر من هذا العدد وهذا المفهوم مشروط بالشرط وهو أن لا يقصد بالعدد التكثير فإذا كان المقصود به التكثير فإنه حينئذ لا يكون له مفهوم لا يعتبر مفهوم القسم الخامس مفهوم الزمان كما في قوله سبحانه وتعالى أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم نفهم من هذا أن يوم الصيام يحل الرفث أو لا يحل لا يحل من أين أخذنا هذا الحكم من المفهوم من أي أنواع المفاهيم مفهوم زمان السابع أو السادس مفهوم مفهوم المكان كما في قوله سبحانه وتعالى ثم أفيض من حيث أفاض الناس من حيث أفاض الناس يعني من عرفة فيفهم من هذا أن من أفاض في اليوم التاسع من شهر ذي الحجة من غير عرفة تكون إفاضته صحيحة أو ليست صحيحة ليست صحيحة من أين أخذنا هذا الحكم من المفهوم أين المفهوم في الآية في قوله من حيث من أي أنواع المفاهيم مفهوم مكان النوع الأخير مفهوم اللقب وهو تخصيص اسم بحكم ومن أمثلته قوله صلى الله عليه وسلم وجعلت تربتها لنا طهورا فخص الاسم وهو التراب بحكم وهو الطهورية الطهورية ومفهوم هذا أن غير التراب لا يصح التيمم به وبهذا أخذ جمهور الفقهاء وجمهور الأصوليين على أن مفهوم اللقب لا يحتج به ولا يعدونه ضمن أقسام مفهوم المخالفة وسبب ذلك أن مفهوم اللقب إنما هو مجرد اسم لا يشعر بالتعليل بخلاف بقية المفاهيم كمفهوم الصفة ومفهوم الشرط ومفهوم الغاية فهذه تدل على التعليل ولهذا الأصوليون عندما يتكلمون في مسالك العلة يذكرونها فإذا فرق الشارع بين حكمين بصفة أو بشرط أو بغاية فإن ذلك يدل على التعليل ويجعلون قوله وجعلت تربتها لنا طهورة يقولون هذا ليس من مفهوم اللقب وإنما هو من مفهوم الصفة وذهب بعض العلماء إلى الاحتجاج بمفهوم اللقب وهذا هو مذهب أكثر الحنابلة وخالفهم من الحنابلة موفق الدين ابن قدامة المقدسي فقد ضعف هذا المفهوم كما في روضة الناظر وذكر أنه لا يحتج به ومن كبار من ذهب من الحنابلة إلى الاحتجاج بمفهوم اللقب القاضي أبو يعلى وتلميذه أبو الخطاب محفوظ ابن أحمد الكلوذاني وذهب له أبو عبد الله ابن خويز منداد من المالكية واشتهر هذا القول عن أحد علماء الشافعية حتى إنه لا يكاد يذكر مع الحنابلة إلا هو وهو من أبو بكر الدقاق من الشافعية وأنكر عليه الشافعية وناظروه حتى إنهم كما ذكر الشرازي لألزموه ألزموا الدقاق بأن إيجاب الصلاة يلزم منه عدم وجوب الزكاة والصيام وأن قوله سبحانه وتعالى محمد رسول الله يلزم منه أن غير محمد صلى الله عليه وسلم ليس برسول ولما أورد عليه هذا الإلزام لتوقف ولم يستطع أن يجيب لرحم الله الجميع هذا ما يتعلق بأقسام دلالات الألفاظ عند جمهور الأصوليين وبعد هذا ننتقل إلى أقسام دلالات الألفاظ عند الحنفية وسنعرف أن بعض هذه الأقسام مكررة مع ما ذكره الجمهور ولهذا لا نقف عندها كثيرا والحنفية كما عرفنا يعبرون عن دلالات الألفاظ بماذا يعبرون عنها بدلالة النظم ويقسمون دلالة النظم إلى أربعة أقسام ويقسمون كل قسم من هذه الأقسام الأربعة إلى أربعة أقسام وذلك بحسب الاعتبارات التالية فيقسمون النظم باعتبار اللفظ والمعنى إلى خاص وعام ومشترك ومؤول يقولون يقولون دلالة النظم باعتبار اللفظ والمعنى تنقسم إلى خاص وعام ومشترك ومؤول الخاص يقسمونه إلى أمر ونهي ومطلق ومقيد أمر ونهي ومطلق ومقيد فتحصل عندنا في هذا الاعتبار كم قسما أربعة أو ثمانية أقسام ثمانية أقسام الخاص والعام والمشترك والمؤول والأمر والنهي والمطلق والمقيد وباعتبار الوضوح والخفاء يقسمونه إلى ظاهر ونص ومفسر ومحكم ظاهر ونص ومفسر ومحكم وهذه الأربعة التي ذكروها في هذا الاعتبار يقابلها أربعة أقسام أيضا فالظاهر يقابله الخفي والنص يقابله المشكل والمفسر يقابله المجمل والمحكم يقابله المتشابه فتحصل عندنا في هذا الاعتبار كم من الأقسام ثمانية أقسام وباعتبار الاستعمال ينقسم إلى حقيقة ومجاز وصريح وكناية حقيقة ومجاز وصريح وكناية وباعتبار وباعتبار كيفية دلالة النظم على المعنى ينقسم إلى عبارة النص وإشارة النص واقتضاء النص ودلالة النص فهذه أربعة أقسام عبارة النص وإشارة النص واقتضاء النص ودلالة النص فكم تحصل عندنا من الأقسام ها ثلاثة وعشرون قسم وسنأتي إليها على وجه الاستعجال بإذن الله القسم الأول الخاص والخاص يعرفونه بأنه اللفظ الذي وضع لمعنى معلوم على الانفراد يقولون هذا هو الخاص المعنى الذي وضع اللفظ الذي وضع لمعنى عام على لمعنى معلوم على الانفراد اللفظ الذي وضع لمعنى واحد لمعنى واحد معلوم على الانفراد وقولهم واحد حتى يخرج المشترك وقولهم معلوم حتى يخرج المجمل والحنفية يتميزون بأنهم يعرفون الخاص أما الجمهور فكما تقدم معنى لا يعرفون الخاص القسم الثاني الأمر وهو من أقسام الخاص والقسم الثالث النهي والرابع المطلق والخامس المقيد وهم في هذه الأربعة الأمر والنهي والمطلق والمقيد لا يختلفون في تعريفهم لها عن الجمهور وإن كانوا قد يذكرون قيودا يخالفون فيها غيرهم أو يختلفون فيها فيما بينهم كما يصنعوا الجمهور إلا أن تصورهم لهذه الأربعة لا يختلف عن ما عليه جمهور الأصوليين القسم السادس العام وهذا هو الذي يحتاج إلى شيء من الوقوف لأن الحنفية لهم في تعريف العام اتجاها الاتجاه الأول الاكتفاء في العام بحصول الاجتماع من غير اشتراط الاستغراق فيقولون فيقولون العام لا يشترط فيه الاستغراق وإنما يكفي فيه الجمع وهذا الاتجاه ذهب له حنفية ما وراء النهر الاتجاه ومنهم البزدوي في أصوله والسرخس في أصوله والنسف في أصوله فذهبوا إلى أن العام لا يشترطوا فيه الاستغراق وبناء على هذا فإنهم عندما يعرفون العام لا يذكرون في ذلك قيد الاستغراق الاتجاه الثاني اتجاه من يشترط الاستغراق وفاقا لجمهور الأصوليين وقد ذهب لهذا حنفية العراق العراقيون من الحنفية اللي اتجهوا إلى هذا الاتجاه كأب الحسن الكرخي فيشترطون في العام الاستغراق وبناء على هذا فإن تعريفهم للعام لا يختلف عن تعريف الجمهور القسم السابع المشترك والقسم الثامن المؤول وهم في هذين القسمين لا يختلفون في تعريفهم لهما عن جمهور الأصوليين القسم التاسع الظاهر الظاهر والظاهر يعرفونه بأنه ما اتضح المراد به للسامع بصيغته ما اتضح المراد منه للسامع بصيغته وقولهم بصيغته يعني بوضعه اللغوي فالوضوح في الظاهر عندهم مستفاد من أين مستفاد من الصيغة يعني من الوضع اللغوي ومثال ذلك قوله سبحانه وتعالى وأحل الله البيع فإنه ظاهر وأحل الله البيع وحرم الربا ظاهر في حل البيع وتحريم الربا لأن هذا هو الذي يدل عليه لفظ الأحل ولفظ الحرم في اللغة القسم العاشر النص وهو مزداد وضوحا على الظاهر بمعنى من المتكلم لا من نفس الصيغة مزداد وضوحا على الظاهر بمعنى من المتكلم لا من نفس الصيغة والمراد بقولهم بمعنى من جهة المتكلم يعني بدلالة سياق الكلام أي بدلالة أول الكلام والآخره فالوضوح في النص أقوى من الوضوح عندهم في الظاهر والوضوح في الظاهر مستفاد من النص وأما الوضوح عفوا الوضوح في الظاهر مستفاد من الصيغة وأما الوضوح في النص فهو مستفاد من السياق الذي عبروا عنه بقولهم من المتكلم ومثال ذلك الآية السابقة قوله سبحانه وتعالى وأحل الله البيع وحرم الرباء هي ظاهرة في حل البيع وتحريم الرباء لكنها نص في شيء آخر وهو أحسنت التفريق بين البيع والرباء لأن الآية سيقت لهذا الآية لم تأتي لبيان حل البيع وتحريم الرباء وإنما جاءت لبيان الفرق بين البيع والرباء لأن المشركين سووا بينهما وقالوا إنما البيع مثل الرباء القسم الحادي عشر المفسر والمفسر يقولون هو مزداد وضوحا على النص على وجه لا يبقى معه احتمال للتخصيص والتأويل يقولون هو مزداد وضوحا على النص على وجه لا يقبل التخصيص والتأويل وأضرب لذلك مثالا واحدا على وجه الاختصار وهو قوله سبحانه وتعالى فسجد الملائكة كلهم أجمعون فإن هذه الملائكة لا تحتمل التخصيص لأن الملائكة لفظ عام مؤكد بتأكيدين بقوله كلهم وقوله أجمعون فإن قال قائل ورد الاستثناء في قوله إلا إبليس فالاستثناء هنا ليس استثناء متصلا وإنما هو استثناء منقطع والاستثناء المنقطع لا يحصل به التخصيص فإذا المفسر أعلى من النص والنص أعلى في الدلالة من الظاهر القسم الثاني عشر المحكم وهو أعلى من المفسر فإذا عندنا ظاهر وفوقه نص وفوقه مفسر وفوقه محكم ويعرفون المحكم بأنه ما أحكم المراد به عن احتمال النسخ والتأويل ما أحكم المراد به عن احتمال النسخ والتأويل فالمحكم يمتنع نسخه وامتناعه إما لذاته وإما لغيره فمثال المحكم الذي يمتنع لذاته قوله سبحانه وتعالى إن الله على كل شيء قدير فهذا محكم لذاته وكأصول الإيمان وقواعد الدين هذه محكمة لذاتها ومثال المحكم لغيره محتمل النسخة لكنه امتنع بسبب انقطاع الوحي فمتى صار محكماً بعد انقطاع الوحي أو دل الدليل على عدم نسخه كما في قوله صلى الله عليه وسلم دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة فهذا محكم لغيره وهو الدليل الدال على ذلك القسم الثالثة عشر الخفي والخفي قابل الظاهر ونحن عرفنا أن دلالة الظاهر من جهة ماذا؟ من جهة الصيغة ويعرفون الخفي بأنه ما خفي المراد منه لعارض غير الصيغة يقولون ما خفي المراد منه لعارض غير الصيغة كقوله سبحانه وتعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما فإن دلالته على قطع يد النباش خفية الكلام في بعض الأمثلة وفي التصوير قد يستدعي تطويل لكن نحن نقتصر على ما يحصل به البيان مراعاةً للمقام القسم الرابع عشر المشكل والمشكل يقابل ماذا؟ يقابل النص والنص عرفنا أن وضوحه من جهة السياق ويعرفون المشكل بأنه الكلام الداخل في أشكاله يعني في أمثاله الكلام الداخل في أشكاله ومن أمثلة ذلك قوله سبحانه وتعالى فأتوا حرثكم أن ناشئتم فقوله أن يحتمل لإحتمالين الاحتمال الأول أن يكون معناه أين شئتم كما في قوله أن لك هذا وهذا الاحتمال وهو أن يكون معناه أين شئتم يقتضي جواز ماذا؟ يقتضي جواز وطع الزوجة في الدبر الاحتمال الثاني أن يكون قوله أن معناه كيف وهذا الاحتمال يقتضي عدم جواز وطع الزوجة في الدبر وقد جاءت أن بمعنى كيف كما في قوله أن يحيي هذه الله بعد موتها وإذا نظرنا في هذين الاحتمالين فإنه يترجح الاحتمال الثاني لقرينة قوله حرثكم قال فأتوا حرثكم والعلماء يقولون ألا الدبر موضع الفرث لا موضع الحرث فإذا عندنا قرينة في الآية دلت على أن قوله أن معناه كيف وهي قوله حرثكم القسم الخامس عشر المجمل والقسم السادس عشر المتشابه والقسم السابع عشر الحقيقة والقسم الثامن عشر المجاز وكلامهم في هذه الأقسام ككلام الجمهور الذي تقدم معنا القسم التاسع عشر الصريح ويعرفونه بأنه ما ظهر المراد منه ظهوراً تاماً ما ظهر المراد منه ظهوراً تاماً يعني أنه لا يتطرق له الاحتمال يقولون كقول الرجل لامرأته أنت طالق فإن هذا لا يتطرق إليه الاحتمال وقد يكون حقيقة وقد يكون مجازاً والمقام لا يحتمل تفصيل ذلك القسم العشرون الكناية وكلامهم في الكناية ككلام الجمهور القسم الحادي والعشرون عبارة النص وعبارة النص هي المنطوق عند الجمهور والمنطوق عند الجمهور هو ما دل عليه اللفظ في محل النطق فإذا وجدنا قول الحنفية عبارة النص فمقصودهم بذلك منطوق النص القسم الثاني والعشرون إشارة النص والثالث والعشرون اقتضاء النص وكلامهم في هذين القسمين ككلام الجمهور القسم الأخير دلالة النص ودلالة النص عند الحنفية هي مفهوم الموافقة عند الجمهور هذه هي أقسام دلالات الألفاظ عند الحنفية ومن المباحث المشتركة بين الجمهور والحنفية حروف المعاني يبحثها الجمهور ويبحثها الحنفية وقد نصوا على أنها تشتد حاجة الفقهاء إلى معرفتها فحاجتهم لها ليست حاجة عادية وإنما هي حاجة شديدة لأنه يترتب على فهمها فهم النص ويترتب على فهم النص اختلاف في الأحكام وقد يكون حرفٌ واحد حرفٌ واحد يؤدي إلى خلافٍ طويلٍ بين العلماء في إبطال ركنٍ من أركان الإسلام وهو الصلاة كما في قوله سبحانه وتعالى وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ أَلْبَاهُنَا حَرْفٌ مِنْ حُرُوفِ الْمَعَانِيِ اختلفوا هل هو المرادُ به هنا التبعيض أو المرادُ به الإلصاق قولًا للفقهاء فمن قال الباءُ هنا ليست للتبعيض أوجب تعميم مسح الرأس في الوضوء وبناءً على هذا فمن اقتصر على بعضه فإن وضوءه لا يصح وإذا صلَّ فإن صلاته لا تصح والخلافُ في هذه المسألة الشهير والحنفية توسَّعوا في التفريع على حروف المعاني توسَّعوا كثيرًا في بيان الآثار المُترَتِّبَة عليها والكلام عليها كلامٌ طويل وبعض الأصوليين كالغزالي يرى أن حروف المعاني لا ينبغي ذكرها في الأصول لأنها من علم النحو ولهذا لم يذكرها في المستصفى وتابعه على ذلك ابن قدامى في روضة الناظر فلم يذكر حروف المعاني والغزالي يقول في المستصفى حُبُّ اللغة والنحو أو حمل حُبُّ اللغة والنحو بعض الأصوليين على مزج جملةٍ من النحو بالأصول فذكروا فيه من معاني الحروف ومعاني الإعراب جملاً هي من علم النحو خاصة ولهذا لم يذكرها في هذا الكتاب وأما كتابه الذي ألفه في أول حياته وهو كتاب المنخول فذكر فيه حروف المعاني أما المستصفى الذي ألفه في مرحلة النضوج فلم يذكر فيه حروف المعاني وأنتم تعلمون أنه ألف المستصفى قبل موته بسنتين رحمه الله هذا ما يتعلق بهذه التقاسيم ولو لم نخرج من هذه الدورة إلا بمعرفة هذه التقاسيم عند الجمهور وعند الحنفية وتصورناها تصوراً جيداً لكان في ذلك خيرٌ كثيرٌ إن شاء الله تعالى بقي عندنا عنصران وهما دلالة الأدلة اللفظية على اليقين والضوابط اللفظية لفهم نصوص الكتاب والسنة دلالة الأدلة اللفظية على اليقين الأدلة اللفظية قد تفيد اليقين وقد تفيد الظن لأن دلالة اللفظ قد لا تحتمل إلا معناً واحداً وقد تحتمل أكثر من معنى كما تقدم معنا لكن ذهب المعتزلة وتابعهم على ذلك الفخر الرازي إلى أن الأدلة اللفظية من القرآن والسنة لا تفيد اليقين وإنما غاية ما تفيده هو الظن وفي المقابل يعظمون الأدلة العقلية ويرون أنها لا تفيد اليقين ويسمونها بالقواطع العقلية والرازي حمل لواء هذا القول وشهره واستدل له وخلاصة دليله أن الدليل اللفظ من القرآن أو من السنة مبني على أمور ظنية وكل ما هو مبني على الظن فإنه لا يفيد اليقين وهذه مقدمة كبرى ونتيجة هاتين المقدمتين أن الأدلة اللفظية لا تفيد اليقين فإن قال له قائل ما الدليل على المقدمة الأولى ما الدليل على المقدمة الكبرى المقدمة الكبرى وهي أن كل ما هو مبني على الظن فإنه لا يفيد اليقين فيقول الدليل على ذلك الحس وهذه المقدمة الكبرى واضحة لا تحتاج إلى دليل فإن قيل ما الدليل على المقدمة الصغرى وهي أن الأدلة اللفظية مبنية على أمور ظنية فإنه يقول الدليل اللفظي متوقف على عشرة أمور ظنية ثلاثة وجودية وسبعة عدمية وسنأخذها باختصار شديد حتى نوضح فكرة الرازي في هذا عفو الله عنا وعلا فالأمور الوجودية الثلاثة هي نقل اللغة والنحو والصرف هذه ثلاثة أمور وجودية والعدمية عدم الاشتراك وعدم المجاز وعدم الإضمار وعدم التقديم وعدم التأخير وعدم النسخ وعدم المعارض العقلي وجاء العضد الإيجي وزاد واحداً وهو عدم التخصيص قالوا فمن أراد مثلاً الاستدلال بقوله سبحانه وتعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما على قطع يد النباش فلابد أولاً أن يأتي بنقل عن أهل اللغة يبين في ذلك معنى السارق الوارد في الآية ولابد أن ينقل عن النحاة ما يتعلق بالإعراب وأن ينقل عن علماء الصرف ما يتعلق بتصريف الآية وأن يبين أن الآية ليس فيها الاشتراك وليس فيها مجاز وليس فيها إضبار إلى آخره إلى أن قال وأن يبين أنها في النهاية لا يعارضها معارض عقلي وهذه كلها أمور ظنية لأن نقل اللغة هذا منقول عن طريق الأحاد والأحاد ظن وكذلك ما يذكره علماء النحو وعلماء الصرف والسبعة العدمية وهي عدم الاشتراك وعدم المجاز إلى آخره هذه تعرف عن طريق الاستقراء والاستقراء ظني وبناء على هذا فإن دلالة الآية ظنية هذا حاصل ما ذكره الرازي وتابع في ذلك المعتزلة لكن جماهير العلماء من أهل السنة وغيرهم خالفوا هذا القول وبينوا أنه قول باطل بل الأدلة اللفظية من القرآن ومن السنة منها ما هو قطعي ومنها ما هو ظني وأما المقدمة التي ذكرها وهي المقدمة الصغرى وهي أن الأدلة النقلية مبنية على أمور ظنية فهذه جوابها المنع هذه مقدمة ممنوعة لأن بعض اللغات نقلت على سبيل التواتر كما أن بعضها أو أكثرها نقل عن طريق الآحات وأما السبعة العدمية التي ذكرها فهذه على خلاف الأصل الأصل عدمها وألعقلاء يحملون الكلام على ما يوافق الأصل أو ما يخالف الأصل على ما يوافق الأصل وجه آخر في الجواب أن هذا القول يلزم منه لازم باطل وهذا اللازم الباطل ما هو توهين دلالات نصوص الكتاب والسنة في مقابلة تعظيم دلالة العقل والحاصل في هذه المسألة أنهم إن أرادوا يقول سعد الدين التفتازاني وهو ممن رد على هذا القول في كتابه التلويح في شرح التوضيح يقول إن أرادوا أن بعض الأدلة اللفظية ليست قطعية فهذا لا نزع فيه وإن أرادوا أن جميع الأدلة اللفظية ليس فيها شيء مقطوع به فهذا قول باطل وإذا تقرر هذا فالذين قالوا الأدلة النقلية قد تفيد اليقين قد تفيد اليقين اختلفوا فيما بينهم وهم جماهير العلماء من أهل السنة وغيرهم اختلفوا فيما بينهم هل تفيد اليقين بنفسها أو تفيد اليقين بالقراء قولاً للعلماء فمنهم من قال تفيد اليقين بنفسها وممن ذهب لهذا شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميده ابن القيم وابن القيم في الصواعق المرسلة له كلام طويل على هذه المسألة له كلام طويل على دلالة الأدلة النقلية على اليقين وممن ذهب لهذا أيضاً سعد الدين التفتازاني في التلويح ومنهم من ذهب إلى أنها تفيد اليقين إذا انضمت إليها القراء وممن ذهب إلى هذا تاج الدين ابن السبكي هذا حاصل الكلام في هذه المسألة ونأتي إلى العنصر الأخير وهذا العنصر الأخير في هذه المقدمة يُعتبر زُبدة الكلام الذي تقدم معنا في المجلسين السابقين على الدلالات اللفظية ولن نُطيل فيه إن شاء الله وستعرفون إذا انتهينا من هذه الضوابط أن الصبر للجلوس عليها ليس بكبير بل هي جديرة بهذا ونحن نحتاج للكلام على الضوابط اللفظية لدلالات القرآن والسنة في زماننا هذا ولشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عبارةٌ نفيسة في دلالات لنصوص الكتاب والسنة يقول رحمه الله الألفاظ الشرعية لها حرمة الألفاظ الشرعية لها حرمة ومن تمام العلم أن يبحث عن مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم بها لأنه يتكلم على السنة ليثبت ما أثبته وينفى ما نفى ولأهمية هذه الضوابط وضع علماء الشريعة ضوابط للفهم الصحيح لنصوص القرآن والسنة هذه الضوابط لم يأتوا بها من تلقاء أنفسهم وإنما درسوا الشريعة ودرسوا لسان الشريعة التي هي أدوات الفهم كما يقول الشاطب رحمه الله ودرسوا كيفية فهم الصحابة رضي الله عنهم لهذه النصوص ووضعوا هذه الضوابط وهذه الضوابط قد تكون ضوابط لفظية وقد تكون ضوابط غير لفظية ومحل حديثنا فقط هو الضوابط اللفظية لدلالات نصوص الكتاب والسنة وسأذكرها على وجه الأختصار وهي سبعة ضوابط الضابط الأول حمل معاني كلمات القرآن والسنة على المعاني المعروفة عند العرب حمل معاني كلمات القرآن والسنة على المعاني المعروفة عند العرب فلا يصح أن تفسر كلمة في القرآن أو في السنة بمعنى لم تضع العرب هذه الكلمة للدلالة على هذا المعنى وأضرب لذلك مثالاً باختصار وهو لفظ الجيوب في قوله سبحانه وتعالى وليضربن بخمرهن على جيوبهن فلو فسر مفسر الجيوب في الآية بالجيوب التي تحفظ فيها الأشياء فهل هذا التفسير يصح؟ لا يصح هذا التفسير لأن العرب لم تضعه لهذا وإنما وضعت الألجيب للأشق الذي يدخل معه الرأس من الثوب فهذا هو الذي يسمى الألجيب وهو الذي ورد به القرآن الضابط الثاني نحن قلنا الضابط الأول ما هو؟ نعم أن يحمل الكلمات الواردة في القرآن والسنة على المعاني التي وضع العرب الألفاظ لها وهذا الضابط الأول يتعلق بالمفردات الضابط الثاني معرفة مراتب الدلالة وإعمالها فلا يكتفي المستدل وانتبه لهذا لا يكتفي المستدل بمعرفة الوضع العربي لللفظ لا يكتفي بمعرفة المعنى اللغوي لللفظ بل لا بد مع ذلك أن يميز بين مراتب الدلالة فيميز بين المنطوق والمفهوم والنص والظاهر والمجمل والمبين والألعام والخاص والمطلق والمقيد ومن هنا تأتي معرفة ماذا؟ أقسام الكلام أقسام دلالات الألفاظ التي تقدم الكلام عليها الضابط الثالث مراعاة الدلالة التركيبية لللفظ لماذا؟ لأن دلالة اللفظ تختلف باختلاف الإفراد والتركيب فقد يكون اللفظ في حال الإفراد له معنى فإذا وضع في جملة يدل على معنى آخر وهذا الضابط راجع إلى دلالة عظيمة عند العلماء تعرف بدلالة السياق والمراد بدلالة السياق دلالة مجموع الكلام بحيث ينظر إلى أوله ووسطه وآخره والعلماء ذكروا قاعدة في هذا وقالوا الكلام إنما يتم بآخره الكلام إنما يتم بآخره فلا يجوز أن يكون أوله دالًا دون آخره أو أن يكون آخره دالًا دون أوله ومن أول من نبَّه على هذه الدلالة الإمام الشافع رحمه الله في كتاب الرسالة وعندما ذكر أصناف الكلام ذكر الصنف الذي يُبَيِّن سياقه معنى وذكر لذلك أمثلة كما في قوله سبحانه وتعالى واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت وقال الله سبحانه وتعالى في هذه الآية ابتدأ الأمر بسؤالهم عن القرية الحاضرة البحر ثم قال إذ يعدون في السبت فدل ذلك على أن المراد الأبنية أو أن المراد أهل القرية أن المراد أهل القرية لأن الاعتداء إنما يحصل منهم لأن الاعتداء هو الذي يحصل من أهل القرية ودلالة السياق تُعتبر من أعظم الدلالات بل بعض العلماء ذكر أنها تُنزَّل منزلة اللفظ الصريح كابن القيم رحمه الله في زاد المعاد في كلامه على الرضاعة ذكر أن دلالة السياق منزلة منزلة اللفظ الصريح وقد ذكر التلمسان رحمه الله في مفتاح الوصول أن اللفظ قد يكون نصًا بالوضع اللغوي وقد يكون نصًا من جهة السياق الضابط الرابع مراعاة معهود العرب في الكلام عند نزول القرآن مراعاة معهود العرب في الكلام عند نزول القرآن والمقصود بمعهود العرب ما تعهده العرب وتعرفه من كلامها وقد نص على هذا الضابط وتكلم عليه بكلام النفيس أبو إسحاق الشاطبي رحمه الله في كتاب الموافقات وهذه الدلال وهذا الضابط له علاقة بالضابط الذي قبله وهو السياق والكلام على ذلك يطول والمقصود هنا هو التنبيه على هذا الضابط فلا بد أن يراعى المعهود العربي في الكلام عند النظر في نصوص القرآن والسنة الضابط الخامس مراعاة التصرُّف الشرعي في اللفظ إن كان له تصرُّف والمراد بذلك مراعاة ماذا؟ مراعاة الحقيقة الشرعية لأن الشارع أحياناً يتصرَّف في الألفاظ كما يتصرَّف فيها أهل العُرف فيتصرَّف فيها إما بالنقل وإما بالتقصيص وإما بالتعميم فالوضوء مثلاً نقله من الغسل إلى العبادة المعلومة والصلاة خصَّصها الشارع بنوعٍ من الدعاء وهو العبادة المعلومة وهو دعاء العبادة والإسراف عمَّمه الشارع فالعرب يطلقونه على التبذير والشارع أطلقه على كل ما يُعصى به الله سبحانه وتعالى فإنه يُسمَّى إسرافاً كما في قوله تعالى وَكَذَلِكَ نَجْزِي مَنْ أَسْرَفَ يعني أسْرَفَ بالمعصية وبناءً على هذا وهذا أمرٌ مهم في فهم الدلالات فالخطاب الشرعي من القرآن والسنة يُحمل أولًا على المعنى الشرعي أول ما يُحمل عليه يُحمل على المعنى الشرعي إن كان الشارع تصرَّف في معنى اللفظ فإن لم يكن الشارع تصرَّف في المعنى فإننا ننتقل للدرجة الثانية وهي أن الخطاب يُحمل على المعنى المعهود في زمان التشريع يُحمل على المعنى المعهود في زمان التشريع مثل لفظ الطعام في صدقة الفطر كانوا يُخرجون زكاة الفطر صاعًا من طعامٍ أو شعير إلى آخره فالطعام في اللغة يُطلق على كل ما يُطعم حتى الماء يُسمَّى طعامًا ومن لم يطعمه فإنه مني لكنه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان يُطلق على نوعٍ خاص وهو البر فإذاً هذه هي الرُّتبة الثانية وهي أن الشارع إذا لم يكن له تصرُّفٌ في اللفظ فإنه يُحمل على المعنى المعهود في زمان التشريع فإن لم يكن هناك معنى معهود في زمان التشريع فإن اللفظ يُحمل على الوضع اللغوي عند العرب وبهذه المراحل يحصل ضبط الفهم لنصوص الكتاب والسنة ولا يكون هناك عبث في فهم نصوص الكتاب والسنة الظابط السادس إجراء الكلام على الأصل عند الاحتمال ولا يُخالف هذا الأصل إلا بدليل إجراء الكلام على الأصل عند الاحتمال فإذا احتمل الكلام التعميم والتخصيص فإنه يُحمل على ماذا؟ نعم يُحمل على العموم لأنه الأصل إذا احتمل الإطلاق والتقييد فإنه يُحمل على الإطلاق لأنه الأصل إذا احتمل التأسيس والتأكيد فإنه يُحمل على التأسيس إذا احتمل الحقيقة والمجاز فإنه يحمل على الحقيقة ولا ينتقل عن الأصل إلا بدليل وهذا يؤكد على طالب العلم أمراً مهماً وهو معرفة الأصل في الدلالة الضابط الأخير وهو من أهم الضوابط وأعظمها ولسي ما في زماننا وهو مراعاة اللفظ والمعنى على وجه الاعتدال مراعاة اللفظ والمعنى على وجه الاعتدال وألفاظ القرآن هي ملوك الألفاظ ومعاني القرآن هي ملوك المعاني كما ذكر ذلك ابن القيم رحمه الله والألفاظ من عند الله والمعاني من عند الله وما دام أنها كذلك هل يمكن أن يحصل بينها تعارض؟ لا يحصل بينها تعارض وإذا ظهر الإنسان في بادئ نظره تعارض بين اللفظ والمعنى فلابد أولاً أن يتأكد من صحة دلالة اللفظ ثم يتأكد بعد ذلك من صحة المعنى ثم يتأكد بعد ذلك من حصول التعارض بينهما فإذا تبين أن هناك تعارضاً بينهما فإنه يجتهد في الجمع بين اللفظ والمعنى فيعمل باللفظ على وجه لا يخل بالمعنى ويعمل بالمعنى على وجه لا يخل باللفظ وهذه هي طريقة الراسخين في العلم كما يقول ذلك أبو إسحاق الشاطبي وله رحمه الله كلامٌ مهم في هذه المسألة الخطيرة له كلامٌ مهم في آخر كلامه على المقاصد في جزء المقاصد ذكر أصناف الناس في التمسك باللفظ والمعنى وذكر أن طريقة الراسخين في العلم أنهم يعملون باللفظ على وجه لا يخل بالمعنى ويعملون بالمعنى على وجه لا يخل باللفظ وأضرب لذلك مثالاً وأختم به وهو قوله سبحانه وتعالى والسارق والسارقة لا أدري لماذا تكرر معنا هذا المثال هذه الليلة والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما ظاهر اللفظ هو الأمر بقطع يد السارق والمعنى المقصود للشارع هو الزجر عن السارقة فمن تمسك باللفظ فقط قال يُقْطَعُ السارق وَلَا يُقَاسُ عَلَى ذَلِكَ النَّبَّاشُ لِأْنَّهُ لَيْسَ بِسَارِقِ لأن النبَّاشَ وُضِعَ لَهُ إِسْمٌ خَصٌ ومن راعَى المعنى فقط وهذا لم أجده عند المتقدمين قال يُكْتَفَى بالسجن أو العقوبة المالية للسارق لأن مقصود الشارع من الحد هو الزجر والزجر يحصل بالسجن أو بالغرامة المالية فالأولون الذين تمسكوا باللفظ أخلوا بماذا؟ أخلوا بالمعنى والآخرون الذين تمسكوا بالمعنى أبطلوا اللفظ والراسخون من أهل العلم أعملوا اللفظ والمعنى فقالوا السارق يجب قطع يده ويقاس عليه النبَّاش لأنه في معنى وهذه المسألة من المسائل الخطيرة والمسائل المهمة جداً وهي التوفيق بين اللفظ والمعنى والكلام عليها يطول لكن لعله حصل المقصود بعون الله وتوفيقه وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يكتب لي ولكم الأجر والثواب وأن ينفعنا بما علمنا وأن يرزقنا العلم النافع والعمل به إنه سميع مجيب وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ترجمة نانسي قنقر